أكدت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء أول حالتي إصابة بمتحور ديلتا بلاس في كوريا الجنوبية والذي ظهر في حوالي عشر دول في جميع أنحاء العالم حتى الآن وقالت الوكالة إنه تم تأكيد حالة الإصابة الأولى بمتحور ديلتا بلاس لدى رجل في الأربعينيات من العمر والحالة الثانية لدى وافد من الخارج يذكر أن متحور ديلتا بلاس يتمتع بدرجة عالية من قابلية الانتقال والقدرة على التهرب من فعلية اللقاح بشكل أكثر من متحور ديلتا ومن جهة أخرى أشارت نتائج مسح أجرته شركة كوريا ريسيرتش خلال الفترة من يوم السابع والعشرين وحتى التاسع والعشرين من يوليو الماضي إلى أن 84% من المشاركين في المسح يؤيدون تمديد المستوى الرابع من إجراءات التباعد الاجتماعي وتجاوز إجمال عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاحات كورونا في كوريا الجنوبية 20 مليون شخص أي 39% من عدد سكانها قال الرئيس الكوري الجنوبي يومون جي إن إن حكومته ستسرع الجدول الزمني لاستكمال التطعيم بالجرعة الأولى لـ 70% من السكان بحيث يكتمل في منتصف سبتمبر قبل عطلة عيد الحصاد تشوسوك بدلا من هدفها السابق في نهاية سبتمبر جاء ذلك في اجتماعه الأسبوعي مع كبار مساعدي أمس الأثنين ترجمة نانسي قنقر